نتذكر حرب اكتوبر 48 سنة لكننا لا ننسى وعلينا دائماً أن نذكر الأجيال القادمة ألا تنسى لأن هذه الحرب كانت عودة كرامة عودة ثقة عودة حياة للمصريين بعد ظلام طويل كما قال الرئيس السادات نترحم على كل شهدائنا على الرئيس السادات والحقيقة أننا لازم أقول أنه أيضاً هذه أول سنة نحتفل فيها بذكرى حرب اكتوبر في غياب سيدة جهان السادات التي كانت راوية لكثير من الأحداث كانت شاهدة على كثير من الأحداث أشعر بالفقد بالافتقاد أنا شخصياً لأنه دا كان موعدنا السنوي لحوار بيننا سواء بيني وبينها أو بيني وبينها والأسرة حوارات عديدة لأذكر عددها في البيت بيت الرئيس الراحل أنور السادات وكانت تتحدث كثيراً عن ذكريات الحرب وعن فخرها بالراحل الزعيم زعيم الحرب يعني رجل الحرب والسلام الرئيس السادات السادات